أهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بإخبار المشآت الرياضية والملعب الجزائرية وها هو المهندس الجزائري بالقاسم وحيد يوصل إبداعاته فيما يخص تصميم المشآت الرياضية والملعب الحديثة والعصرية حيث قام بتصميم مقترح لبناء ملعب جديد وهدم ملعب 20 اوت ببلوزداد بالعاصمة وهذا هو المقترح عالمي وجميل لملعب 20 اوت بالعاصمة ملعب يسع لحوالي 20 الف مناصر بدون مضمار بمواصفات عالمية وعصرية المهندس الجزائري بالقاسم وحيد واحد من الكفاءات الجزائرية في هذا المجال مجال البناء التحتية الرياضية ينتظر فقط الالتفاتة من السلطات سبق له اختراح تصاميم لتغطية العديد من الملعب الجزائرية الجديدة على غير ملعب 19 مي بيعنابة وملعب دويرة وملعب أخرى عديدة كما قلت إذا نعود الآن إلى تصميم المخترح لملعب 20 اوت بالعاصمة وهذه الصور الخاصة به وحسب المهندس بالقاسم وحيد أن تكلفة إعادة الهدم وبناء ملعب جديد غير مكلفة كثيرا وبإمكان مؤسسات وطنية التكفل بذلك لهذا ومن خلال القناة وهذا الفيديو ونشد مسؤولي إدارة شباب لوزداد الاتصال بالمهندس الجزائري كما قلت كفاءة وطنية فقط تنتظر الالتفاة أو على الأقل المشاهدة والإنصات لمشروع مشروعها بناء أو مقترح تصميم ملعب 20 اوت بالعاصمة شكرا لكم على المشاهدة كما أدعو أنصار شباب لوزداد إلى نشر الفيديو على أوسع نطاق حتى يصل مسؤولي الفريق في الأخير شكرا لكم على المشاهدة لا تنسى الاشتراك في القناة فضلا وليس أمر ليصلك جديد أخبار المنشآت الرياضية والملعب الجزائرية وأخبار الرياضا ككل شكرا لكم مرة أخرى المشاهدة إلى فيديو آخر بحول الله